اشتركوا في القناة كوالكوم سناب دراجون 410 بميمارية 64 بيت ومع رام بحجم 1.5 جيجا بايت وبذاكرة داخلية بحجم 16 جيجا بايت وجاء مع معالج سوميات من نوع أدرينو 306 ويستوعب كروت الذاكرة حتى مساحة 128 جيجا بايت وقد زود الهاتف بقلم حساس لللمس وقد قامت الشركة بتطوير وتحسين القلم عن الإصدارات القديمة لتسريع الاستجابة وتحسين الكتابة ولا يصدر القلم صوتا عند لمس الشاشة لأن رأسه لين من نوع نانو كوتينج وعند سحب القلم تظهر قائمة بعدة خيارات يستطيع المستخدم إضافة خيارات أخرى إليها منها المسودة للكتابة والرسم وزر السكرين شوت مع إمكانية الكتابة على الصورة ويقوم الهاتف بتنبيه المستخدم إذا نسي إرجاع القلم لضمان عدم ضياعه أما بالنسبة للكاميرا فقد جاءت كاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.2 مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي ومع فلاش ليد أما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع خاصية التركيز الأوتوماتيكي وبالنسبة للبطارية فقد جاءت قابلة للإزالة وبسعة 3000 ميلي أمبير وقد جاء الهاتف مع نظام تشغيل من نوع أندرويد مارشميلو 6.0 وبالحديث عن التصميم فقد جاء الهاتف بغطاء بلاستيكي وإطار معدني وجاء بطون 155 ميلي متر وبعرض 79.6 ميلي متر وبسماكة 7.4 ميلي متر وجاء بوزن 145 جرام وقد جاءت الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 5.7 بوصة وبدقة HD متوفر الآن لدى مركز سوا الموازل معتمد لجميع منتجات شركة LG